اخذ قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يأخذ دورا اكبر خلال السنوات القليلة الماضية اذ يمتاز هذا القطاع بالمرونة التي جعلته قادرا على التأقلم مع الاوضاع الاقتصادية المختلفة فضلا عن اسهامه في دعم الاقتصادات بل وانقاضها احيانا من التعثر تميز القطاع ومرونته فتحت شهية البنوك التي اخذت تطلق ادوات ومبادرات مصرفية لدعمه وبنك الدوحة القطري احد البنوك الذي اطلق حزمة من المبادرات الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بالنسبة للامارات بالتأكيد ان اقتصاد الامارات اقتصاد واعد اضف لذلك انه بنك الدوحة بالدبي يعتبر دبي كمحور او مركز للاقتصاد او ملتقى الاقتصادات بالمنطقة او بمجلس السعر الخليجي المبادرة التي لقيت ترحيبا وتشجيعا من حكومة دبي ومن الامارات الاخرى ترى في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة حلا لواحد من اهم التحديات التي تواجه القطاع ويشترط فيها البنك ان لا يقل عمر الشركة في السوق عن ثلاث سنوات وان تكون موثقة ولكن ربما وهو الاهم ان يكون مجال عملها في احد القطاعات الواعدة التي يتوقع نموها والهدف وفقا لتصريحات البنك المساهمة في تطوير القطاع وزيادة قاعدة العملاء ولتحقيق هذه الغاية فقد سخر المصرف خمسمائة مليون درهم يصل سقف التمويل منها للشركة قبل التصنيف الى خمسة ملايين درهم كحد اقصى قبل ما انه تصنى في الشركة غير صغيرة او متوسطة الحجم هو لغاية خمسة مليون طبعا بالنسبة للتمويل الحد الأدنى بيعتمد على متطلبات الشركة ومثل ما اخبرتك احنا هدفنا انه انسيت قاعدة العملاء فممكن انه بدون تمويل او انه تمويل ما في حد أدنى قرار اختيار الامارات لتكون حاضنة المبادرة جاء على خلفية استحواذ القطاع على خمسة وتسعين بالمئة من الشركات وبحجم عائدات يصل الى نحو مئتين وخمسين مليون درهم اضافة الى ان فرع البنكي يوجد في دبي التي يرى فيها كما يقول ملتقى الاقتصادات رهيب الامير الرؤية الاقتصادية دبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة